لو سألتك شو هدفك بالحياة راح تقولي ان اكون انسان كويس او اني اكون انسان ناجح او اني اكون انسان غني بحب ابشرك انه انت غلطان مية بالمية حاليا في طريقة لتحديد الاهداف في الحياة بشكل عام بسموها طريقة سمارت اللي هي عبارة عن طريقة او اطار عمل يستعمل لضمان انه الاهداف اللي بدك تحطها تكون عملية وقابلة للتحقيق كلمة سمارت مؤلفة من خمس احرف كل حرف اختصار لكلمة اللي هي الخمس بنود او الخمس شروط التي يجب ان تتوافر في الهدف عشان انت تحط هدف لنفسك فلما تحط هدف لنفسك لازم يكون هدف واضح لازم يكون فيه ارقام فيه نسب وفيه تاريخ معين عشان اجيك في هذا التاريخ واشوف انت حققت هدفك او ما حققته او حققت ربعه او نصه او ثلاثة اربعه البعد الاول او الشرط الاول اس يعني سبيسيفك لازم يكون الهدف تبعك واضح جدا مش تقول انا نفسي اكون غني طيب قديش يعني غني فيه ناس عنده مئة دينار يعني غني فيه ناس عنده اجل من عشرة مليون مش غني طيب بدك تكون غني خلال سنة خلال سنتين خلال عشرة حدد لي تاريخ طيب بدك تكون غني كيف من راتبك الراتب ما بخليك غني من التجارة بدك تشتغل بالبورصة بدك تاجر بالذهب بدك تاجر بالمخدرات فهمني كيف فلما بدك تقول انا نفسي اكون غني قول انا هدفي اوصل لاول مليون دينار في حياتي قبل مرور خمس سنوات من اليوم مثلا باجي بعد خمس سنوات بلاقي معاك نص هذا الرقم بقول انت حققت نص هدفك بلاقي معاك الرقم هذا كله بقول انت حققت هدفك رقم اثنين حرف الام معناته مجربل يعني قابل للقياس زي ما قلت قبل شوي بدي اكون فيه ارقام النسب عشان اعرف قديش النسب اللي حققت هدفك فمثلا انت بتقول بدي اصير اقرأ كتب كثير او بدي اتجه الى هواية المطالعة هذا مش هدف لازم تقول لي انا مثلا ناوي اقرأ 12 كتاب في السنة فالمفروض كل شهر امر عليك الاقيك قريتي كتاب لو مر ثلاث تشهر وانت مش قري ولا كتاب معناته ربع الهدف طار من قبل ما نبدأ لو مر ثلاث تشهر وانت قري ثلاث كتب اذا هدفك تحقق بي بالمية حتى الان نيجع اخر السنة منشوف كم ملت 12 ولا لا رقم ثلاث حرف الايه اشارة الى كلمة achievable يعني قابل للتحقيق مثلا انا انسان عمري 43 سنة ما بصير اقول هدفي اكون بطل المنتخب الوطني او افوز بكأس العالم ما في حدا بلعب في طبول عمره اكثر من 30 او 35 سنة انا المفروض صار لخمسة سنين ما اعتزل وصرت مدرب ع سبيل مثال ما بصير اقول انا نفسي اكون مثلا بطل في سباق الدرجات وانا رجلي مكتوع اصلا فبدي يكون الهدف انت اصلا قابل انك تحققه رقم اربعة وهي نقطة ما احدى بانتبه لها R يعني relevant relevant يعني له علاقة بالتخصص تبعك ما بصير اكون انا ممرد ويكون اهتماماتي انه اتعلم شغلة موجودة في تخصص ثاني او ما بتنفع الا اللي بشتغله في تخصص ثاني انا ممرد اروح اقول بدي اتعلم مسك الدفاتر هاي مهارة موفرة للمحاسبين فقط انا كممرد في ايش بدها تفيدني او مثلا انا قاعد في السوق على بسط التجربات اروح اقول بدي اخد دورة احسن مهاراتي في الالقاء امام الجمهور طب انا لا انا مغني ولا انا مطرب ولا انا مدرس في جامعة ولا في جمهور بتكلم قدامه كل يوم شو بدي فيها مهارة الالقاء رقم خمسة حرف الت اللي هي time bound بمعنى مرتبط بالوقت ما بصير تقول انا هدفي اعمل كذا واحصل على كذا واحقق كذا بدون ما تقول خلال كذا يوم او كذا سنة او قبل تاريخ كذا وكذا بالضبط لما بدك اتحدد هدف لازم تستعمل معايير محددة عشان تتأكد انه هدفك واضح وقابل للقياس وقابل للتحقيق ومتصل بتخصصك وبأحلامك وبقدراتك ومحدد بوقت معين بعد ما شفت هذا الفيديو اكتب لي تحت بالتعليقات شو هدفك بالحياة؟